أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزائي التلاميذ مرحبا بكم في حصة جديدة بعد العطلة إذن كما وعدتكم في آخر حصة أننا إن شاء الله سنقوم بتقويم لصورة الجن كاملة إذن بالنسبة للحفظ إن شاء الله بعد هذه الحصة كل تلميذ أو تلميذة سيستظهر على ولي أمره الصورة إذن مسألة الحفظ هي مسألة شخصية خاصة بكل تلميذ واضح؟ إذن مسألة الحفظ هل يتفقنا فيها؟ إذن اليوم إن شاء الله سنراجع بعض قواعد التجويد التي سبق أن رأيناها طيلة السنة الدراسية ليس كل قواعد، بعض القواعد المهمة جدا ثم إن شاء الله سنشرح بعض المفردات الصعبة في صورة الجن ثم سنتكلم عن مضمون الصورة أو مواضيع التي جاءت في الصورة إذن بالنسبة لصورة الجن لكي نسهل عملية الحفظ أن هناك سبب نزول بماذا تبدأ صورة الجن؟ تبدأ بقول الله تعالى قل أوحي إلي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويخبرنا أنه أوحي إليه أنه كان لا يعلم هذا الأمر ولكن الله أوحى إليه لكي يخبره أن الجن استمع إلى القرآن فمنهم من آمن ومنهم من كافر بالقرآن الكريم أي أنه يخبرنا أن أحوال الإنس شبيهة بأحوال الجن فيما يتعلق بالإيمان بالقرآن لهذا بدأت الصورة لكي نتبت الحفظ نحن نذكر سبب النزول لتتبت الحفظ لهذا بدأت الصورة بقوله تعالى قل أوحي إليه أنه السمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به ولن نشرك بربنا أحدا إذا الآية الأولى والثانية تحدد موقف بعض الجن ثم هنا تعظيم الله عز وجل كما نعظمه نحن البشر فكذلك الجن تعظمه وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة أي ليس له زوجة ولا ولدة إذن أهم كلمتين هنا في من الآية 1 إلى الآية 3 هي قوله تعالى نفر بمعنى جماعة قل أوحي إليه أنه السمع نفر بمعنى نفر جماعة يهدي إلى الرشد أي يهدي إلى الطريق الحق تعالى جد ربنا أي عظم شأن الله عز وجل لم يتخذ صاحبة أي ليس له زوجة ولا ولدة الولد نتعرفونه وإنه كان يقول سفيهنا على الله شطاطا في تفسير سفيهنا هناك شرحين والأقرب هو إبليس عليه اللعنة سفيهنا قيل إبليس وقيل في شرح آخر الجاهل لكن يبقى الصواب الإبليس والآية رقم أربعة وإننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبة آية واضحة مفردة واضحة وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هناك كلمة يعوذون يطلبون منهم الحماية نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أطلب الحماية من الله فكان رجال من الإنس يعوذون يطلبون الحماية من الجن وهذا نوع من الشرك سنراه في السنة المقبلة إن شاء الله بتفصيل إن شاء الله إذن قلنا فزادوهم رهقا كلمة زادوهم رهقا بمعنى زادوهم طغيانا رهقا بمعنى زادوهم طغيانا وضلالة وإنهم ظنوا كما ظننتموا هناك كلمة إنهم ظنوا كما ظننتموا أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا كلمة حرسا تعني تعني كلمة حرسا تعني أي ملائكة التي تحرس كانت تحرس الوحي وضح معنى كلمة حرسا من الحارس والحارس هو الذي يعني يحاول أن يحافظ على الشيء نقول حارس المدرسة حارس التكنة الجندي الذي يحرس التكنة ملئة حرسا شديدا وشهوبا حرسا من ملائكة حرس الوحي وإن كنا نقعد منها مقاعدة للسم فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصادة وهذا تقريبا المفردات نشرحنا المفردات الصعبة إذن سؤال أطرحه قاعدة الغنة ما هم الحرفين الذي تنطبق عليهم الغنة كل تلميذ يفكر هناك حرفان في اللغة العربية التي عدد أحرفها 28 هناك حرفان نطبق عليهم الغنة مهنة التفكير نعم إن كان جوابك بالنون والميم فالجواب صحيح إن كان غير هذا فالجواب خطأ إذن النون والميم متى نطبق عليهم قاعدة الغنة متى نطبق قاعدة الغنة مهنة التفكير إذا كانت الميم والنون مشددتين إذا كانت النون ومشددتين فإننا نطبق قاعدة الغنة واضح لجواب مشددتين صحيح لقى الساكنتين جواب خطأ واضح عندنا أمثلة كثيرة في الجزء الأول على النون لكي نسهل ونختصر الوقت طبعا الحال الميم لا توجد ما درست الجزء الأول الميم لا توجد إذن النون موجودة بكثرة في قوله تعالى إلا كل تلميذي حاول النون كان بكثرة كان في قوله تعالى أنه نعم آمنا النون مشدد وإنه إذن وإنه مرة أخرى وإن وإن النون مشددتين هنا وهنا في بداية الآية رقم رقم ستة وأيضا رقم خمسة واضح أمثلة كثيرة إذن سنتقل إلى الجزء الثاني وإنا لنذري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشذا آية واضحة وإن منا الصالحون معنى الصالحون الأخير من الناس كنا طرائق قدادة طرائق بمعنى مجموعات بمعنى نعم مذاهب مختلفة فكما أن الإنس مذاهب مختلفة فكذلك الجن وإن لحت قاعدة أخرى وإن ظلن أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب وإن لما كلمة لم لمثال وحيد لكن فالجزء فيه المم مشدادة وتطبق فيه الغنى واضح وإن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهق الله لا يبخص عمل أحد مؤمن عمل عملا صالحا فالله يعطيه أجر أي لا يبخصه أجره وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون المسلمون ضد القاسطون المسلمون هم الأخيار والقاسطون هم الأشرار أمن أسلم فأولئك تحرروا رشادا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب والقاسطون بعد الغنة حالات الترقيق سبق أن درسنا حالة الترقيق كم من حالنا في الترقيق من كان جوابه ثلاثة خطأ من كان جوابه أربعة فصحيح إذن إليكم حالة الترقيق كما تشاهدون في الورقة التي أمامكم ترقق الراء في أربع حالات عندما تكون الراء مكسورة أو ما قبلها مكسور أو تكون مسبق بها إنساكنة أو تكون ذات ألف ممالة أي بعدها ألف ممالة واضح إذن هذه الحالة الأربع أمامكم تنظرون إليها حالة واحدة إثنان ثلاثة أربع إذن سنطبق ما دون ذلك فهو يعتبر تفخيم إن لم تكن الراء مرققة أو أعفوا إن لم تكن مكسورة أو تكون مسبقة بكسر أو بعدها ياء ساكنة مسبقة بياء ساكنة أو تكون ذات ألف ممالة فهنا الراء تكون مرققة دون ذلك فإن الراء ضد الترقيق التفخيم ضد الترقيق التفخيم سنأخذ ندري وإن ندري كيف هنا الراء جاءت جاءت مكسورة إذن ها تكون مكسورة إذن ترقق الراء مثال آخر قبلها كسر ذكري عندنا هنا كلمتان ومن يعرض عن ذكري ربه لاحظوا هنا المثالين واحد للتفخيم واحد للترقيق عن ذكري إذن الراء جاءت هنا مكسورة إذن تطبق عليها الترقيق ربه جاءت مفتوحة إذن هنا التفخيم ضحتوا في هذين المثالين مثال للترقيق ومثال للتفخيم واضح إذن جيد عندنا مثال مسبوقة أن تكون مسبوقة أو مسبوقة بيأساكين في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يأساكنات مراء قدير واضح إذن حالات الترقيق عندنا أربع حالة ترقق الراء في غيرها من المواطن فهي تفخم إذن سأقف إلى هنا ثم سوفيكم بقاعدة أخرى وسنشرح الجزء الثالث إذن سنتوقف إلى هنا ومعد ذلك سنتمي ترجمة نانسي قنقر